تقول لك هذه البطاقة شغف فهناك جذاب عالي بينك وبين هذا الحبيب أصدقائي أنا أقول قراءات بشكل عام وأنتم خذوها على نفسكم احتمال بأن تكون هذه علاقة زواج أو احتمال أن تكون علاقة كراش أو ارتباط فقط ارتباط فأنتم خذوا هذا الشيء الشيء الذي يناسبكم هذه القراءة بالطريقة التي تناسبكم تقول لك هذه البطاقة هناك أمور اجتماعية أو دينية أو بأي اختلافات هناك اختلافات بينكم اختلافات جينية مذهبية عقائدية بأي شيء هناك اختلافات بينكم في هذه البطاقة ربما اختلافات في الوضع العام في الوضع الاجتماعي اذا اختلافات ما بينكم ولكن يوجد بينكم في هذه البطاقات حب كبير تعلم من فشل الآخرين بطاقة اخرى تقول لك لا داعي للقلق طاقتك عزيزي الحمل بهذه الطاقة العامة لك انت في وضع توازن في حياتك انت تشعر بانك متوازن عاطفيا وعقليا وانت مسيطر على نفسك ومسيطر على امورك مع هذا الحبيب انت تحبه بعقلك وقلبك ولكن احتمال بانك لا تظهر مشاعر كبيرة لهذا الشخص مشاعر واضحة بالكلام ولكنك بالحقيقة انت تحب هذا الشخص بشكل كبير انت ترى بان هذا الحبيب متباعد عنك في هذه الفترة او ربما هذا الحبيب مريض ويحتاج الى شفاء الحبيب يحبك ايضا كثيرا ولكن الفرق بينك وبينه بان هذا الشخص يحب الرومانسية والكلام الجميل وانك تحبه ايضا ولكنك انت لا تعبر عن حبك له وتحتفظ بمشاعرك داخلك ربما هو متباعد عنك بسبب هذا الامر وهو يطالبك بهذا الشيء وهو قد فتح قلبه للحب وينظر اليك ويطلب منك الرومانسية والكلام الجميل واذا كان بينكم خصام هذا الحبيب مستعد للبداية الجديدة معك ولكن انت هذا الشخص هذا الملك هذا ملك قرارات ايضا عنده مشاعر كبيرة عقلية متوازنة بين العقل والقلب ولكنه قراراته ايضا حاسفا هذا الحبيب هو شخص جميل جدا ومتميز وروحاني ويعشقك عشقا كبيرا هذا الشخص يراك بانك توأم لروحاه وهو مجروح بشكل كبير ربما قد حصلت بينكم مشكلة كبيرة وهو الآن يعاني يعاني جدا او بانه يحتاج الى شفاء كما قلت انه مريض هذا الشخص احتمال بانه يكون مريض يحتاج الى شفاء ربما يكون هذا الشخص قد تعرض الى سحر ويحتاج شفاء وهو ربما يكون اقول احتمالات وربما يكون يعاني من الام نفسية ومشاكل او ربما يعاني من غدر وخيانة قد حصلت معه هو متعب جدا هو متعب هذا الشخص ربما يكون متعب في حياته في اعمله في اموره مع من حوله او ربما يكون متعب صحيا طاقتك لهذه القراءة انت حزين جدا انت تشعر بمشاعر الحزن والفقدان لهذا الشخص ربما كما قلت هذا الشخص تباعد عنك هذا الشخص تباعد عنك وانت تشعر بمشاعر الفقدان والحسرة عليه ولا تريد ان تفكر باي شخص اخر غير هذا الشخص ربما انت في طاقة ايضا الان في هذه الطاقة تشرب الخمور لكي تنسى ما حصل معك في السابق ولكن لا تقدر في عز شربك لنفرض للخمر لنفرض ليس بضرورة ان تشرب الخمر ربما تشرب القهوة بشكل كبير تتعاطى اي امر ربما وربما لا ربما فقط انت تعيش داخل نفسك بحزن شديد فقط انت يوجد في حياتك ليس فقط هذا الشخص يوجد في حياتك شخص يحبك ويهتم بك جدا ولكنك انت لا تنظر الى هذا الشخص ولا تنظر اليه ابدا ولا تفكر به اساسا واحتمال ان يكون بالقرب منك بجانبك بمكان عملك بمكان الحارة التي تعيش بها يحبك جدا وهو يراك بانك حزين ومتعب ولكنك انت لا تريد ان تخرج من الحزن الكبير الموجود في اعماقك على هذا الشخص انت تحب هذا الشخص الماضي بطريقة كبيرة ولا تريد ان تخرجه من قلبك وانت تراه كالنجمة في السماء انت تراه كالنجمة في السماء وتراه ايضا بانه متباعد طاقة الحبيب هو يرفض المشاعر ربما هو متباعد عنك قد حصلت معه او معك مشكلة معينة فهو يظهر لي في الطاقة العامة بانه شخص متعب جدا في هذه الفترة هو يعاني من الاكتئاب من الاحباط من المشاكل نفسية هو يحتاج احتمال مشاكل جسدية او ايضا ويحتاج الى العلاج وهو في هذه الفترة ايضا يرفض جميع المشاعر ويرفض بالرغم من انه قد هنا هو فاتح قلبه للحب ويحبك جدا يحبك جدا ولكنه في هذه الفترة بالنسبة لهذه القراءة هو ربما قد غضب منك لامر ما ربما قد غضب منك لانه هو يعبر لك دائما عن حبه وانت لا تظهر له مشاعر فهو في هذه الفترة قد اخذ قرار بالابتعاد وعدم اظهار مشاعر لك في هذه الفترة لكي يشعرك بانتك انت المقصر في حقه وعندما ابتعد هذا الشخص انت موتاد عليه بانه يعطيك دائما الحب والمشاعر وفي هذه الفترة قد قطع معك فانت شعرت بالفقدان الكبير لهذا الشخص والتغيير الواضح عليه وانت وقفت مع نفسك في هذه الفترة لماذا تقول لنفسك لماذا تغير بهذه الطريقة فهو شخص متعب جدا وربما وصل لهذه الشيء الذي هو فيه الان بسببك انت دون ان تعلم انت ترى هذا الحبيب بانه مقيد ومحتار ومحتار بامره ماذا يعمل انت تراه ايضا احتمال بانه تراه مظلوم في حياته قد ظلم في حياته احتمال بانه قد تعرض لظلم لخسارة لشيء ما وانت تراه بهذا الشكل او بانه انسان روحاني جدا او بانك ترى بان هذا الحبيب قد ظلمك انت شخصيا ترى بان هذا الحبيب هذه تحتمل معنية بانك انت ظلمت هذا الشخص انت تشعر بانك انت ظلمت او بانه هو ظلمك عندكم عندكم عزائي انتم تعرفون جيدا من الذي ظلم الاخر او من الذي سبب لهذا الاكتئاب للاخر فانت تشعر ايضا بالحزن والوقفة مع النفس ومراجعة ومحاسبة النفس في انت تجلس مع نفسك كثيرا في هذه الفترة تبتعد عن الناس تحاول ان تفتح عينك الثالثة وتحاول ان تسأل داخلك ما الذي حصل ما الامر الذي حصل وانت جدا انسان جدا صبور في هذه الفترة جدا صبور بالنسبة للعلاقة وصابر على هذا الشخص ومتمسك به حتى الان مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو كما قلت هو يحبك بشكل كبير هو صحيح بانه لا يثر الطاقة في هذه القراءة لهذه القراءة في هذه الفترة لا يثر ابدا مشاعر ولكنه كما قلت هو يحبك جدا ويراك توأم للروحي هو يحبك اكثر مما تتخيل هو يراك العائلة والفرح والسعادة والأولاد يراك كل شيء في حياته انتما ربما تكونان في زواج او ربما تكونان في علاقة هذا لا يهم المهم بانه يراك هذا الشخص بانك انسان متميز يحب ان يكون معك بصرف النظر اذا كنت معك مالا او لم يكن معك مال هو يريد ان يعيش معك فقط بسعادة كيف يراك ما اجمل هذه الكروت يراك المتمم لروحه يراك السولميت ويراك التنفلم يراك انت الشخص الذي تكمل علي حياته يراك انك الشخص المناسب الذي تتوازن حياته معك وبدونك لا يعيش هو يحبك حبا صادقا لا غبر عليه لا شك فيه ابدا وهو يحتاج هذا الشخص الى كلمة جميلة منك لكي يحصل على الشفاء هذه انا اراها بانها علامة السيدلية وهذا هدان الكأسان انا اعتبرهم بانهم يتوازنان اذا حصل شفاء بينكما اذا كان هناك خلافات بينكما فانتما محتاجين الى الشفاء لكي تحصل العلاقة ترتقي العلاقة وتصل الى الشيء الى الزواج باذن الله فانت هذه البطاقة تقول لك شغف هو يحبك ومنجذب اليك بطريقة عالية عالية جدا وانت مشاعرك طياضة بالنسبة لهذا الشخص ولكن احتمال بان المشاكل الاجتماعية او الدينية او ثقافية او البلد اختلافات في البلد تؤثر على حياتكم العاطفية فاذا اذا كان غيرك قد فشل وانت رأيته بانه فشل بامر ما فهذه البطاقة تدعوك بان تتعلم من فشل اخرين اذا تصرف اي تصرف انت الان تتصرفه فتعلم من فشلهم ولا تعيد الكرة ولا داعي للقلق اذا كان هناك اختلافات بينك وبين هذا الشخص وسوء تفاهم فتدعوك هذه البطاقة لان تقول لك هذه البطاقة لا داعي للقلق نوايا الحبيب في هذه الفترة هو يريد الابتعاد قليلا هو يريد ان يبقى متمسك برأيه متمسك بما عنده من يمهتم بحياته المالية بشكل كبير هذا الشخص ربما يهتم بماديته بطريقة واضحة هي عنده بالدرجة الاولى الاهتمام بماديته ويريد ان لا يعمل شيء ان ينتظرك ويراغبك ماذا ستقوم وماذا ستفعل باتجاهه هو فقط انحصر تفكيره في هذه الفترة سيحصر تفكيره بالمراقبة فقط لا يريد ان يتكلم هو كما قلت في الطاقة العامة هو فاتح قلبه للحب يحبك جدا ويعبر لك وأنت بالنسبة له أنت الرفيق الواحد الذي لا يريده غيره ولكن في هذه الفترة ربما هو متباعد عنك بسبب امر ما قد حصل بينكما اثار المشاكل شعر بهذه الفترة بالغدر بالخيانة بالمعاناة بالاكتئاب وهو يريد ان يبتعد عنك في هذه الفترة لكي يحصل على الشفاء خطوته القادمة هي السيطرة على نفسه والتحكم بعصابه والمحافظ على مكانته على مكانته إذا كان هو في مكانة مرموقة هو يريد أن يحافظ على هذه المكانة ويسيطر على عصابه ويتحكم بأموره كلها ويريد أن يكون كما قلت مسيطر على نفسه ولكن في قرارة نفسه ويريد أن يرتبط بك ارتباط جدي ارتباط زواج يريد أن يكون معك في زواج طويل الأمد ليس مجرد علاقة عاطفية عابرة وتنتهي هو خطوته القادمة أن يكون معك في زواج ولكنه يريد أن يسيطر على نفسه في هذه الفترة ويبتعد عنك ويحتفظ بمشاعره كما أنت تفعل أنت لا تعبر عن مشاعره وهو الآن يحاول أن يعمل كما أنت تعمل مصير العلاقة سيكون بها في هذه الفترة أنا أعطي هذه القراءة كما قلت ثلاثة أشهر سيكون بها تباعد وتواصل روحي تواصل روحي كامل أنت وهو كما قلت أنتما تعشقان بعضكما البعض ستكون بينكما سيكون بينكما تواصل روحي والنصيحة لك تقول إذا أنت تريد هذا الشخص وتحبه للدرجة التي ظهرت لي في هذه الأوراق فقدم له البداية الجديدة اغلق ما حصل معكم في الماضي انسى الماضي وافتح مع هذا الشخص بداية جديدة لكي لا تحصل هذه النتيجة فهذه النتيجة متوقفة على هذه المصيحة إذا أنت أنت بيدك هذه العلاقة بيدك ليس بيدك هذا الشخص الآخر نواياه لأكون صادق معك هو يحبك جدا جدا لدرجة لا تتخيلها ولكن لا يريد أن يقوم معك بأي خطوة هو سيظل متباعد وسينتظر منك أنت ماذا تفعل فهذا الأمر كله بيدك إذا أغلقت المشاكل الماضية ونسيتها وسامحت وقررت أن تبدأ بداية جديدة من هذا الشخص فهذا الشخص فاتح قلبه للحب لك وهو يحبك بطريقة كبيرة إنسى أنت وهو وسامحان ولتبدأ بداية جديدة أنت وهذا الشخص وإذا أنت تريد أن تغلق على هذه القصة على هذه العلاقة تغلقها نهائياً وتبدأ في مكان آخر بداية أخرى مع طرف آخر مع شخص آخر بداية جديدة أيضاً هذا الأمر بيدك فأنت المتحكم الوحيد في هذه العلاقة فإذا غيرت هذا القدر هذه البطاقة وغيرت وقررت ماذا تريد فتتغير النتيجة بحسب قرارك أنت وهذا متوقف عليك شكراً أعزائي مواليد برج الحمل على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر